مصر لابت دور كبير جدا في الحفاظ على الطيور المهاجرة إمانا منها بأهميتها في التنوع البيولوجي وأيضا في التوازن التحقيق التوازن البيئة خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال زي مننا أحمد الحسيني اللي معاه معالي الوزيرة ياسمين فؤاد دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تفضل يا أحمد صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا باسان صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر يوم جديد النهاردة من كورنيش المعادي بنتعرف على نقطة من نقاط رصد ومتابعة الطيور المهاجرة معروف طبعا أن مصر من أهم المقاصد في العالم ويمكن وادي نيل كمان بيحصل على المركز الثاني على مستوى العالم في الأماكن الأفضل تجاه الطيور المهاجرة وأسراب الطيور المهاجرة وده طبعا بيكون في فصلي الخريف والربيع خلنا نتعرف على مزيد من التفاصيل عن طيور المهاجرة وباعتبار مصر من أهم المقاصد على مستوى العالم مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد دكتورة ياسمين صباح الخير وأهلا بكي كلمين عن هذه الصروة القومية اللي بتمتاز بها مصر طبعا إحنا مصر معروفة إن هي مصار لكمية كبيرة جدا من الطيور المهاجرة في موسمين موسم في شهر إبريل ومايو وموسم تاني في أكتوبر ونوفمبر بيعدوا من أول أسوان لغاية نهر النيل لغاية ممكن بيعبره منطقة جنوب سيناء الحقيقة الموضوع بتاع مشاهدة الطيور ناس كتيرة ممكن كانت في بداية الموضوع بدأ بإن إحنا عندنا التزامات في اتفاقيات دولية إن إحنا نحافظ على الطيور ومصار هجرة الطيور لأن الطيور دي مرتبطة بالنظام البيئي المتوازن ودي كانت بداية الموضوع من 8 سنين لما الوزارة بدأت الاهتمام بموضوع الطيور بدأت الحقيقة مشروع رائع حيز على جوائس دولية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهو الإغلاق الوقتي لمحطات الرياح لضمان المصار السليم للطيور والحفاظ على حياتها امتد الموضوع بعد كده إن في دول كتيرة في العالم بتهتم بمشاهدة الطيور السياحة يعني فيه سياحة اسمها سياحة مشاهدة الطيور ومن هنا بدأنا في وضع مجموعة من المواقع زي عند جبل الزيد زي منطقة شرم الشيخ وأخيرا الحقيقة بنفخر إن مصر عملت موقع مختلف وهو عند جبل الجلالة أعلى جبل الجلالة بالتنصيق مع الهيئة الهندسية للكوات المسلحة والمجتمع المدني جمعية حماية الطبيعة رصدنا 400 ألف نوع من الطيور الحوامة وتم الشكر للحكومة المصرية والمجتمع المدني والهيئة من قبل أكبر المنظمات اللي بتهتم بقصة الطيور النهاردة وإحنا بنحتفل باليوم العالمي للطيور اللي هو في أوائل تاني سبت من شهر مايو وفيه احتفال كمان كان مبارح باليوم العالمي للتنوع البيولوجي وأعلن ما قمنا به مع وزارة السياحة والأثار على مدى عامين للتحول للسياحة الخضراء وفيه كمان كم يوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في إطار استضافة مصر المؤتمر المناخ مش مهم فقط إن احنا نوري مجهودات الدولة في ملف تغير المناخ ولكن ملف البيئة بشكل نعم وأخيرا النقطة المهمة اللي حاب أقولها هناك ترابط ما بين قضية تغير المناخ وتأثرها على الطيور لأن احنا لما بتسداد درجة حرارة الأرض بسبب الإنبعاثات هذه الطيور بتتأثر المثارات بتاعتها وبيتأثر نوع الغذاء اللي هي بتعتمد عليه وبالتالي قلنا إن الطيور دي مهمة لسلسلة التوازن البيئي فيبتدي يحصل اتراب وتدهور لسلسلة التوازن البيئي النهاردة حركها تقوم بجولة داخل وادي النيل اللي بيعتبر طبعا من أهم المثارات على مستوى العالم عايزين نتعرف من حضرتك النهاردة عن أعمل إيه تفصيلاً وكمان يعني شايف مع حضرتكم نظرات مكبرة لرصد هذه بالضبط إحنا النهاردة معينا ممثلي للمجتمع المدني ممثلي للأكاديمية ممثلي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وزارة الكهرباء والطاقة والزملاء من وزارة البيئة ومن الفروع بيبتدوا يلفوا في نهر النيل النظرات المكبرة دي بتبتدي إن انت تشوف أنواع الطيور المختلفة والمسارات فيه جزء مهم جداً وهو المتطوعين والشباب اهتمام الدولة بالشباب ليس فقط في مشروعات بيئة مرتبطة بالتلوث ولكن احنا بدأنا في تخريج دفعة كبيرة من المتطوعين من الكليات العلوم المختلفة في جامعة القاهرة في عين شمس في دومياط دخلنا معانا بانسويف مؤخراً هذه الكوكبة من الشباب بيبتدوا يتدربوا على متابعة الطيور ايه انواع الطيور كيفية الحفاظ عليها ويبتدوا يعتمدوا في بحثهم العلمي على انهم يفتحوا مجال جديد الحقيقة عندنا فدول كلهم موجودين معانا بمشاهدة الطيور بالنظرات المكبرة مع وجود الفنيين اللي بيشرحوا كل نوع واهميته في حياتنا وموجود منه كم واحد في العالم طبعاً احنا فصل الربيع حالياً وهي رحلة العودة للطيور مرة تانية لأوروبا من أفريقيا لأوروبا وطبعاً بيكون مصارها مصر عايزين نتعرف من حضرتك ازاي بيتم الترويج اكتر لهذه المصارات واذا كان فيه كمان تعاون مع وزارات او جهات معنية من الدولة للترويج السياحي خارج مصر بشكل افضل ويكون مصر فعلاً مقصد سياحي لرصد هذه الطيور المهاجدة طبعاً احنا بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار من فترة اطلقنا من سنة ونص مبادرة وحملة اسمها اكو ايجبت وهي بتتروج لموضوع المحميات الطبيعية وموضوعات السياحة البيئية ودي تحت الحملة الرئاسية اتحضر للاخضر بوزارة السياحة والاثار بتعمل يعني اجنحة مختلفة في دول العالم على حسب المعارض اللي موجودة بنبتدي نقول المقاصد بتاعت هجرة الطيور ممكن ييجوا في وقت ايه السياح في وقت ايه في السنة حقيقة عايزة اقولك ان اصوانه برضو جنوب سينة من ضمن الاماكن اللي فيها كمية كبيرة من السياح اللي بيجوها لان السياحة بتاعت مشاهدة الطيور لها سائح خاص زي سياحة الغوص بس يمكن الناس كتيراً مش عارفة القصة دي فبنروج لده بنروج عن طريق السوشيال ميديا فكرة ان منظمات الدولية بتوشيد بينا ويمكن اخيراً حابة ان انا اعلن ان احنا في اطار مؤتمر استضافة مصر للمؤتمر تغير المناخ في الشق غير الرسمي هيبقى فيه ايام غير رسمية للمؤتمر تم اعتماد من قبل دولة رئيس الوزراء بصفاته رئيس اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر يوم للتنوع البيولوجي والطبيعة الكل بيفتكر ان احنا هنتكلم عن موضوعات التقليدية زي موضوع تأثير تغير المناخ على الشعاب المرجانية وعلى السياحة ولكن هناك جزء اخر له علاقة بان احنا هنقول تأثير تغير المناخ على الطيور وغذاءها ومصارها هو ده موضوع جديد محتاج ان العالم يعني يبتدي يبص عليه معالي وزيرة التلبيع دكتور ياسمين فؤاد شكراً جزيلاً لحضرتك وصبع الخير مرة تانية شكراً لك على كل هذه المعلومات زي ما شفنا ياحمد ويباسانت يعني حاجة عظيمة وحاجة جميلة جداً هنا بنفخر بها في مصر وهو رصد طيور المهاجرة بعد قليلها نطلع في جولة معالي الوزيرة للرزد بالتفصيل هذه الأسراب من الطيور المهاجرة في رحلة عودتها من أفريقيا إلى أوروبا هنشاهدها معاكم ونرصدها بعد سات كاميرا صباح الخير يا مصر بالصوت والصورة وهكون معاكم بإذن الله غداً وإليكم في الستوديو زملائي وصباح الخير مرة تانية شكراً لك أحمد والشكر موصول طبعاً لدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة